العقوبات الأمريكية الخانقة ضد النظام الإيراني بدت أقوى أثراً بعد أنباء عن مشكلات تمويلية يواجهها حزب الله اللبناني والذي يعد ذراعاً سياسية وعسكرية إيرانية في لبنان والمنطقة صحيفة فانينشال تايمز البريطانية في تقرير لها أشارت إلى تصريحات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد أن حملة الضغط القصوى التي تمارسها على إيران أجبرت الأخيرة على خفض تمويلها لحزب الله ذلك التمويل الذي تقدره واشنطن ب700 مليون دولار سنوياً إذ اضطر الحزب إلى تقليص بعض نفقاته عبر تخفيض رواتب بعض عناصره كما أعلن عن حملة لجمع التبرعات هي الأكبر منذ سنوات وعلى الرغم من قول بعض المحللين إن طهران لا يمكن أن تخفض مستوى دعمها لحلفائها ووكلائها في الخارج إذ تعود هذه الاستثمارات صغيرة نسبياً بفائدة كبرى على إيران على مستوى النفوذ الإقليمي إلا أن قسوة العقوبات الأمريكية قد تتجاوز الحسابات الاستراتيجية الإيرانية بفعل الضغوط الاقتصادية الهائلة الأمر الذي أجبر طهران بالفعل على تخفيض ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28% بحسب تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هو وإذا كان النظام في طهران أجبر على خفض ميزانيته الدفاعية بفعل العقوبات فهو أقرب إلى خفض تمويله للميليشيات الموالية له في المنطقة لا سيما أن الداخل الإيراني بدأ متململاً وغاضباً منذ المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية وهو الأمر الذي ربما يتطور إلى مواجهة حاسمة بين الشعب الذي يكتوي بنار الغلاء والانهيار الاقتصادي وبين النظام الذي يتهمه الشعب بالتسبب فيما يلاقيه من معاناة النظام الإيراني إذن بين أمرين أحلاهما مر فإما أن يوجه إمكاناته المتوفرة نحو الداخل لتقوية جبهته الداخلية وضماناً لاستقراره السياسي وإما أن يختار الأخرى فيبقي على دعمه للميليشيات الموالية له والتي تعد رأس حربة متقدمة لصالحه لتعزيز نفوذه الإقليمي ولكن ربما على حساب بقائه مستقبلاً في السلطة